قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة العراقية لن تجري محادثات بشأن نتائج استفتاء الاستقلال غير الدستوري مع حكومة إقليم كردستان العراق وقد طالبت الحكومة العراقية حكومة كردستان بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ودعت الدول الأجنبية إلى وقف استيراد النفط الكردي كما طلب البرلمان من العبادي نشر قوات في كاركوك والمناطق المتنازعة لها الخاضعة لسيطرة قوات البشمركة